بأن الأمر انتهى طب سيادتك ممكن لأن القرارات النهاردة عنوينها كده تحديدا؟ طبعا القرار اللي كان بينتظر فئة كبيرة من الناس هو عودة أو سماح بعودة استقبال الأفراح في قاعات الأفراح المكشوفة سواء هذه القاعات تدع الفنادر أو قاعات مستقلة لكن على ألا يزيد العدد الإجمالي للموجودين داخل هذه القاعات المكشوفة عن 300 شخص الحاجة التانية السماح للفنادق والأماكن التي تستقبل أو تنظم اجتماعات ومؤتمرات السماح لها بأن تنظم هذه الاجتماعات والمؤتمرات هي كان مسموح لها بالفعل لكن بساعة قصوى كان مسموح لها بساعة قصوى 50 فرد فقط تم زيادة هذه الساعة لـ 50% من الساعة القصوى للقاعة اللي بينظم فيها المؤتمر وبحد أقصى 150 شخص يعني لو القاعة بتاخد 500 ما تجيش تقول لي أنت بتسمح لك 50% فأنا أجيب 250 لا أول حد الأقصى 150 مهما كانت ساعة القاعة مهما كانت كبيرة أيضا القرار كان بينتظر الكثيرون فيما يخص السماح بصلاة الجنازة لكن صلاة الجنازة التي سيتم السماح بها ستكون في المساجد التي بها أو أمامها فناء متسع غير مغلق أو مكشوف أو صحن للمسجد مثلما نجد في المساجد الكبرى هي دي المساجد التي سيتم السماح فيها بإقامة صلاة الجنازة وهناك ضوابط واشتراطات حددتها وزارة الأوقاف وأصدرت فيها بيانة النهاردة أول حاجة ما تكونش هذه الصلاة صلاة الجنازة ما تتوازاش أو ما تتوكرش مع موعد لصلاة من صلوات الفريضة ما تديش ساعة صلاة العصر تقول طيب أنا أجيب المتوفى ونصلي العصر وبعد كده نصلي عليه صلاة الجنازة لا لازم تكون صلاة الجنازة في غير أوقات صلوات الفريضة وحيصدر بها تحديد من وزارة الأوقاف وطبعا زي ما قلت في البداية لازم تكون في المساجد اللي بيها أماكن متسعة غير مغطاة أو بيها صحن للمساجد أيضا سيتم السماح بتنظيم المهرجانات والمعارض وفقا لضوابط أهمها ألا تزيد الساعة القصوة عن 50% وتكون هذه المهرجانات أو المعارض في أماكن مفتوحة ومثال ذلك إحنا بنتكلم عن معرض الأسكندرية للكتاب سيتم تنظيمه من قبل وزارة الثقافة في الفترة القادمة وفق هذه الضوابط هيكون في مكان مفتوح والساعة القصوى للحاضرين لن تزيد عن 50% هذه كانت أبرز الحاجات اللي احنا اتخذنا بصدهدها إجراءات لكن في الوقت نفسه الجزء الثاني من الاجتماع كان بيتعامل مع ماذا سنفعل في فصل الشتاء ماذا سنفعل لو لقدر الله جاءت موجة ثانية من الكورونا خاصة إن إحنا مش في معزن عن باقي دول المنطقة إحنا بعض دول منطقة الشرق الأوسط ضربتها بالفعل موجة ثانية من الكورونا وإعداد الإصابات في الموجة التانية فاقت أعداد الإصابات اليومية في الموجة الأولى وده يعني مؤشر خطير نأمل إن شاء الله أن احنا لا نتجه أو نصل لهذه المرحلة مثلها باقي الدول لكن اللي مش هيخلين نصل لها هو المواطن نفسه وسلوكياته والتزامه بالإجراءات الاحترازية وأيضا الضوابط للحكومة بتتخذها بين الحين والآخر ما بين التشديد والفتح المنضبط علشان برضو إحنا بنوازي النبي المشاط الاقتصادي وصحة المواطنين طيب سيد المشهر القرارات اللي تاخدت النهاردة بالنسبة من جانب الحكومة أو اللجنة المعنية بكورونا هل جات بناء على التقارير اللي عرضت اليوم ووزيرة الصحة ويبتعرض الموقف بشكل عام يعني إيه اللي دفعنا لهذه القرارات رغم أنه الوضع بالنسبة لنا لسه مش مستقر اللي دفعنا لهذه القرارات طبعا الرأي الطبي والصحي بيكون هو رقم واحد وعلشان كده أول متحدث دايما في اجتماعات لجنة الأزمة بتكون السيدة وزيرة الصحة دكتور هل جايد وبيتبعها دكتور عوض تاج الدين وصوشار رئيس دي السؤون الصحية لأن دول بقى الخبراء الصحيين الموجودين في الاجتماع وبيكون لرأيهم الصبي والعلمي طبعا الصور الفصل فيه تحديد اتجاهات الحكومة أو قرارات الحكومة في الفترات السابقة وفي الفترات المقبئة منذ فترة طويلة العالم توصل لقناعة بأن الأماكن المفتوحة هي أقل خطرا في انتشار الفيروس من الأماكن المقبئة علشان كده القرارات النهاردة لو حضرتك نظرت فيها هي تبدو أنها من قبيل التخفيف والفتح لكنها العامل المشترك بينها جميعا هو أنها تتعلق بأماكن مفتوحة الجنازات في أماكن مفتوحة داخل المساجد القاعات الأفراح هي القاعات التي سيسمح لها بالعمل هي القاعات المفتوحة والمكشوفة فقط المعارض والمهرجانات تقام في أماكن مفتوحة فحتى وإحنا بس معظم القاعات مغلقة يعني قاعات الأفراح تحديدا مغلقة فده اللي يضطر الناس تعمل قاعات أخرى في الهواء الطلق الساحة شعبية نادي جنب مشكلة؟ ما عندناش مشكلة لو في مركز شباب وبه قاعة مفتوحة تخصص لي المناسبات ما فيش مشكلة أنها تستضيف الفرح أي قاعات أخرى تدع جهات معينة أي كانت هذه الجهة لديها قاعات مفتوحة أو قاعات مناسبات يمكن أن تستضيف الفرح فالمعيار هو أننا عايزين مكان مفتوح علشان المكان المغلق سواء كان هذا المكان جيد التهوية أو موجود فيه تكييف أو غيره مهما كان هو أكثر خطرا في نقل العدوى من الأماكن المفتوحة اللي تم عرضه النهاردة في هذا الاجتماع حاجة بتقول أنه ألأنا والسعداداتنا لموجة تانية وردة هل تكلموا بشكل واضح النهاردة في هذا الاجتماع نتكلم في شهر أكتوبر نوفمبر يعني فيه توقعات لهذا الأمر خاصة أنه الأردو لسه بتكلم من شوية كان مدارس فقال لك لا أجازة أو إدوا إغلاق لمدة أسبوعين الأردن إدت إغلاق لمدة أسبوعين إسرائيل اعتبارا من الجمعة القادمة إغلاق لمدة ثلاث أسابيع إغلاق شامل لأن الموجة التانية بتضربهم بقوة في هذه الفترة علشان كده بقول لحضرتك إحنا لسنا في معزل عن هذه الدول دول في منطقة الشرق الأوسط في الجوار القريب مننا بتتعرض لموجة تانية احتمالت أن مصر تضربها موجة تانية من عدم مدده طبعا يخضع لي أشياء كثيرة لكن أي أن كان الوضع سواء موجة تانية أو لا فإحنا عندنا وضع مؤكد حنواجهه إيه هو الوضع ده هو إن في فصل الشتاء حيكون عندنا موسم الإنفنوانزة الموسمية بالتزامن ما هتكون موجودة الكرون فده وضع لم نشهده من قبل ويعني تنبع خطورة هذا المشهد من أن أي حد طبعا يعني الضغوط النفسية على الجميع أي حد حيجيله أعراض الإنفنوانزة الموسمية أيها لأنها ممكن تكون كورونا يعني يكفي حالة الفزع اللي حتكون عند المواطنين في فصل الشتاء وعدم القدرة على التمييز ما بين أعراض الإنفنوانزة الموسمية وأعراض الكورونا طبعا يعني مرجح أن الأعداد ممكن تزداد في فصل الشتاء أعداد المصابين بالكورونا عن الأعداد اللي احنا بمشهدها حاليا لكن ما يطمئننا أن احنا الحمد لله في مصر وصلنا لدرجة من الخبرة في التعامل مع هذه المواقف الأطكم الطبية أصبحت يعني لديها من الخبرات المكتسبة ما يؤهلها للتعامل مع هذه المواقف الطعبة عدد مستشفيات العزلة حاليا 21 لكن وزيرة الصحة قالت النهاردة أن احنا يعني حنضم إذا لازم الأمر 320 مستشفى أخرى ستنضم مثل ما انضمت في السابق وأسهمت في تخفيف الزحام من المستشفيات فهذا العقدة الكبير من المستشفيات جاهز للانضمام في حال قدر الله زادت الأعداد في فصل الشتاء حاجة بتقول أن وزيرة الصحة النهاردة قالت ممكن نضم 320 مستشفى أخرى للعزل بالضبط كده إحنا سبق وضمنا نفس هذا العدد في مرحلة من مراحل الكورونا الماضية أعتقد في شهر خمسة أو بداية من شهر خمسة واستمر الوضع حتى وقت قريب كنا ضمينا هذا العدد وضم هذا العدد دفعة واحدة هو اللي مكننا الحمد لله أن احنا نخفف العب اللي كان واقع على المستشفيات العزل اللي كانت موجودة بالفعل اللي كان عدد حوالي يعني 80 أو ما شابه فتكونك ضمي 320 مستشفى مرة واحدة أسهم في أن احنا واجهنا الضغوط الكبيرة التي كانت تقع على المستشفيات في هذه الفترة العالم النهاردة بيتكلم تقريبا تقريبا كل دولة بيتكلم على مصلة القاح بيتكلم على تقريبا 150-160 على مستوى العالم احنا بنسبالنا راحين فين يعني الأقرب بنسبالنا إيه هل تم طرح هذا الكلام النهاردة في الاجتماع طبعا طرح وأيا كان الدولة أو